مش هدينا معد موجز لأهم الأخبار مع منا فضلي من شكرا ليك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة عدل منصور المركزية أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط والقطار الكهربائي السلام العاشر من رمضان العاصمة الإدارية وتفقد الرئيس السيسي عربة القطار حيث استمع إلى شرح مفصل عما تحتويه من إمكانيات تتضمن واي فاي فضلا عن مقاعد وحمامات لدوي الاحتياجات الخاصة وتشمل عربات القطار غرفة تحكم وكل عربة تشمل سبع كاميرات مراقبة وتشمل الغرفة أيضا حساسات بالكمبيوتر لكل عربة في حال حدوث عطل وعقب استقلاله القطار القهربائي الخفيف استمع الرئيس السيسي لشرح عن محطة بدر التبادلية بين القطارين القطار المتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقطار المتجه إلى العاشر من رمضان كما يوجد تبادل للخدمة بين القطار الكهربائي والقطار الديزل القاهرة السويس في منطقة بدر وخلال الجولة وجه الرئيس السيسي ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثلاثة ألف لمتر الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك وخلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الصحفيين والإعلاميين وذلك على هامش افتتاح محطة علي منصور المركزية والقطار الكهربائي أكد الرئيس السيسي أنه تم إطلاق الحوار الوطني للجميع لكن باستثناء فصيل واحد فقط مشددا على أن الدولة المصرية بحاجة لتضحية من الجميع توجه وزير الخارجية سامح شكر إلى العاصمة البريطانية لندن لتشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن أعمال المجلس ستشهد مشاورات سياسية بين الجانبي ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين أعلنت الشرطة في الدنمارك مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة أخرين في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاجن وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما مشيرة إلى أنها تستبعد أن يكون ذلك عملا إرهابيا وجه عمدة مدينة أكرمبولية أوهايو الأمريكية دان هاريجن دعوات للتهديئة بعد انتشار فيديو لإقدام الشرطة على قتل شاب من أصل أفريقي قال محامي إنه أصيب بستين تلقى وأثار مقتل الشاب تظاهرات غاضبة في المدينة القريبة من كليفلند شمال الولايات المتحدة وقتل جايلاند ووكر البلغ من العمر 25 عاما أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية دعت وزيرة الخارجية البريطانية لستراس إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها لصالح أوكرانيا وأن لندن تعمل في الوقت الراهن على هذه القضية وقالت تراس إن البارلمان البريطاني سيحتاج على الأرجح إلى تبني قانون جديد يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على أن أول ما يتعين فعله هو منح أوكرانيا كل دعم ممكن مشددة على أنه في حالة هزيمة أوكرانيا فإن العواقب ستكون خطيرة للغاية على باقي أوروبا أعلن الجيش الأوكراني انسحاب جنوده من لستشانك المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا وجاء الانسحاب الأوكراني بعد أسابيع من القتال العنيف حيث كانت لستشانك آخر مدينة كبيرة تخضع لسيطرة الأوكرانيين في لوهانسك بمدينة دونباس شرق أوكرانيا وتشكل السيطرة عليها مؤشرا إلى تقدم روسي كبير في دونباس في الوقت نفسه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه من المستحيل القول أن لستشانك تحت السيطرة الروسية مؤكدا استمرار القتال في دواحي هذه المدينة نهاية مجاز التساع عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل